ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية العمل الدولي للدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى حوارات روما حيث ودع شكري إلى العمل على تعزيز الأليات الدولية للتخفيف من تدعيات هذه الأزمة على الدول النامية كما استعرض إمكانات مصر الهائلة كمركز إقليمي للطاقة وأطرى تعاون مختلفة مع الشركاء بالمتوسط في هذا المجال كما أشار شكري إلى الأولويات التي توليها مصر للدفاع عن مصالح القارة الإفريقية وتعزيز التكامل بين دول إفريقية للتحقيق التنمية المشتركة والتصدي لتحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني اتفاق الأطراف السودانية على أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري بعد غد الاثنين بحضور محلي ودولي يأتي ذلك بعد عقد اقنمعا ضم رئيس مجلس السيادة الفريق الأول روكن عبد الفتاح البرهان وممثلين من القوى الموقعة للإعلان السياسي بمشاركة الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيجاد وأعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن الاجتماع ناقش تطورات العملية السياسية وما تم التواصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري مشيرا إلى أنه يشكل أساسا لحل الأزمة السياسية الرهنة بالبلاد أعربت لجنة التحقيق الخاصة بأوكرانيا تابعة للأمم المتحدة عن قلقيها العميق من تزايد التهديدات التي يتعرض لها المواطنون الأوكرانيون وقال أعضاء اللجنة عقب زيارة رسمية إلى أوكرانيا إن المدارس دمرت أو هدمت بعد تسعة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية مشيرين إلى أن الوصول إلى المدارس أصبح صعبا في المناطق التي انسحبت منها قوات روسية مثل خاركيف وخرسون كما أوضحت اللجنة أن هناك ضمارا كبيرا شهدته البنية التحتية المدنية في أوكرانيا خاصة شبكات الطاقة والنقل قالت الخزانة الأمريكية إن الحد الأقصى الذي أقره لتحد الأوروبي على سعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عنده 60 دولارا للبرميل سيحافظ على تزويد الأسواق العالمية بإمدادات جيدة وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت ييلان أن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية وتحرمها من مليارات الدولارات مشيرة إلى أن الصقف السعر سيزيد من تقييد إرادات موسكو أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين التزام بلاده بتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية والصحية والشعبية مع تايلاند وقال وزير الخارجية الأمريكية أن البلدين عزازت العام الماضي من شركاتهما وتحالفهما حيث صدفت تايلاند بنجاح منتدى التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادئ مشيرا إلى عقد أول حوار استراتيجي ودفاعي على الإطلاق كما أوضح بلينكين مجال التعاون بين واشنطن وبانكوك شمل مجالة الطاقة والاستدامة والأمن الإقليمي ورياضيا حقق منتخب الكاميرون فوزا تاريخيا على نظيره البرازيلي بهدف دون رد في المباراة التي جامعتهما على أستاذ لاسل وذلك في إطار مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 جاء هدف منتخب الكاميرون في وقت حاسم بضربة رأسية من فانسة أبو بكر في الدقيقة الثالثة والتسعين الذي تحصل على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء بسبب احتفاله بالهدف التاريخي الفوز لم يكن كافيا لمنتخب الكاميرون للتأهل إلى دور ستة عشر للمونديال برصيد أربع نقاط فيما تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الثمن النهائي متصدرا مجموعته برصيد ست نقاط كما تأهل منتخب سويسر إلى دور ستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد فوزه على المنتخب الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على استادي تسعمائة وأربع وسبعين في ختام منافسات المجموعة السابعة للمونديال الفوز رفع رصيد منتخب سويسر إلى ستة نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارقي هدف وحيد عن منتخب البرازيل متصدر المجموعة برصيد ستة نقاط أيضا فيما توقف رصيد المنتخب الصربي عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير مؤدعا بذلك البطولة ختم مجزء التاسع فاصل ولعنضى حضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر